السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله هنكمل مع بعض الكورس اللي بدأناه بتاع تصميم المنشئات المعدنية طبعا قلنا المحتوى بتاعنا هنبدأ بدرس اللي اوت ثم اللوت ثم التنشن ميمبرز وكمبريشن ميمبرز وكونيكشن ياريت اللي ما حضرش درس اللي اوت موجود في القناة تبدأ تجيب الفيديوهين بتاعه وتذكرهم طيب ثاني درس المفروض اللوت بس احنا هنعمل تخطية للأحمال هنتخطها لحظيا هنبدأ بالتنشن في الكورس ده بعد كده الكمبريشن بعد كده نرجع للوت يعني حاجة في نفسي عقوب مش اكتر طيب نبدأ بالشغل بتاعنا الاضلاع المعرضة للشد اللي هي التنشن ميمبرز معظم الاضلاع المعرضة للشد عندي هي اضلاع الكورس ديكشن بتاحها الضلع او ميمبر بالمنظر ده بيبقى شكل آآ كاميرا او عمود بس الغالب بيبقى كاميرات او ميمبرز اضلاع عادية في الطرس بتبقى على شكل الكورس ديكشن بتاحها على شكل زي ما احنا شايفين اللي هو اسمها يعني زاوية متساوية الاضلاع الضلع ده اللي هو اسمه الاي وبيسوي الاي او هنسميها الدي ايا كان بس احنا هنسميها الاي طول الضلع اسمه ايه والثيكنز بتاعي اسمه الاس او التي على حسب ما اه كل واحد والمنهج شغال به والدكتور بيفرضها بايه يبقى بتاعي الاس او التي اللي هو اخطر طيب وطول الدلع اسمه ايه ويبقى في الطول العرض اللي هو للكطاع ايه ايه لكن طول المنبر اللي هو الطول كله اسمه ال طب انا وظفت ايه في الدرس بتاع ال ال دي مش هتجيبها ال ال دي تبقى موجودة من الرسمة المعماري اصلا بتاع التغطية اللي قوت اللي شرحناها المرة اللي فاتت طيب انت وظفتك بتجيبي الطول بتاع اللي اللي هو ايه والثيكنز طيب قال لي فاكرين طبعا شكل الرسمة دي في القطاع الرسمة اللي بالمنزر ده فاكرينها في القطاع بتاع اللي قوت جزء من الترس قال لك الجوينت ده اما جي اشتغل عليه تو ممبرز مشا ستريت ادي تو ممبرز اهو ادي البوتوم كورد اهو واي اهو والفيرتكال العمودي اهو وادي اللي اتنين ده وده اللي هو اهو واي اهو طيب قال لك عندي تلات اشكال للقطاع بتاعي شكل اسمه وان انجل يعني زاوية واحدة او بنسميها single angle وفي تو انجل زي بقى عندي شكل ايه في الوان انجل وعندي التو انجل وان انجل او سنجل انجل يعني زاوية واحدة وتي دي بتبقى موجودة في الاطلاع الفيرتكال والداجون وهنشوفها دلوقتي الوان انجل او السنجل انجل موجودة فين في الاطلاع الرأسي وان انجل او سنجل انجل لكن النوع التاني اللي هو التو انجل زاويتين ودي بتبقى حاجة من الاتنين حاجة اسمها باك تو باك الضهر دي مع ظهر دي باك تو باك حاجة بالمنزر ده اهو او استرشيب طبعا بيبقى شكلها زي النجمة حاجة بالمنزر ده طيب هل في المسألة بيذكر لك ده وان انجل ولا تو انجل ونوحها باك تو باك او استرشيب لا معظم المسألة هو بيقولك الشكل او اللي هتصمم فيها ايه اينما يذكر ركز بقى معا في الحتة دي اينما يذكر كلمة كورد سواء بوتوم كورد او توب كورد يعني الحتة اللي فوق دي لو كان منا ده ترس بالمنظر ده فالحتة دي اللي هي التوب كورد او البوتوم كورد او بنسميها الابر واللور اول ما تسمع ابر او توب وبوتوم او لور كورد على طول تعرف اللي دي ها دبل انجل باك توباك دبل انجل باك توباك يعني ايه يعني بص لور كورد ادي واحدة اهي باك توباك دبل انجل باك توباك يعني مش هيقول لك لا انت اللي هتستنتجي طيب لو جي قال لي فيرتكال فيرتكال يعني الرأسي الضلع الرأسي على طول تعرف اللي هو سينجل انجل سينجل انجل طيب لو جي قال لك داجونال يبقى لو قال لي ابر او لور يبقى يبقى طب لو قال لي يبقى طب لو قال لي قال لك الميل لنوعين ممكن يبقى ده او هيدكر لك ساعتها طب ولو ما ذكرش يبقى انت بتاخدها كده احنا عرفنا ايه الشكل بتاعي كده احنا عرفنا القطاع بتاعي اللي هو طوله وعرضه ايه وطول المنبر بتاعه اسمه ايه طيب وعرفنا الشكل الوين انجل والدبل انجل او تو انجل باك تو باك اندسترشيب طيب جاء لك بقى هنددى نعمل عملية التصميم بتاعي قال لك عندي ثلاث خطوات للتصميم الخطوة الاولى خطوة التانية خطوة التالتة لازم تحقق التلت شروط بتاعك طيب ايه الكلام ده قال لك لستفنس كونديشن ببساطة انا كل انا عايزه الايه ركز بقى معايا في المفهوم ده طيب قال لك بتقسم ال ال على الاي المهم ما يزيدش عن التلتمية والتلتمية ده سابت طيب ال ال اللي هو طول القطاع اللي انو شفناها في اول فيديو طيب والاي قال لك والله على حسب مش في عندك القطاعات دبل او استرشيب او سنجل قال لك والله لو القطاع انتستان تجتمي شكل من دهولك سرجل يبقى ال� ie بتسوي اتنين من عشرة الايه والايه النا عايزهه تمام يبقى لو وانانجل يبقى ايه البتاع القانون بتسوي اتنين من عشرة الايه والاي ده انا عايزه يبقى ولو تو انجل بمكن باكة يبقى الآي بتسوي تلاتة من عشرة الايه طيب ولو اه Pokemon比 مش باكتوباك يبقى الاي بتساوي تلتمية خمسة وثمانين من الف الاي والاي دي المجهول اللي انا عايز. يبقى من هنا عرفت لو سنجل ولا دابل باكتوباك ولا سنجل ستار شيب هجيب الاي. طيب. جبت الاي. خلاص. بقيت انا عندي الاي بدلالة الاي. وعندي الاي. اقدر اجيب منها الاي. طيب. الحالة التانية. هنشوف طبعا ده كله بمسال ما تقلقش. بقون الله. كونستركشن كوينديشن. كونستركشن كوينديشن. اللي ببدأ بجيب الال اللي هو طول الضلع اللي عندي على الدي. المفروض لا يزيد عن ستين. يعني ممكن اقول بيساوي الستين. او اقل يعني اي اي علاقة. وليكن الافضل اقول لا تزيد يعني بيساوي الستين. طيب. ده الان انجل بتاعتك. معايا كده. طيب. لو قلك بقى لو ان انجل. ركز بقى الحتة دي. اللي هو او يبقى ساعيتها الدي هي الدي هي المجهولة اللي انا عايز اجيبها. طب لو بص دي ايه ودي ايه. يبقى ديبس كله اللي هو ايه في اتنين يبقى اتنين ايه. يبقى لو اصر شب ادي بتساوي اتنين ايه. لكن لو بكتوباك او يبقى دي بتساوي ال ايه. تمام كده طب الشرط التالت. لسترس كونتشان. قالك الاريا كروس الايا الموجودة في الجدول. في فرق بين ارى جروس والاريا הנerta الان بنتل هنكلم عليها ايه قادما هنا. الاريا جروس اللي هي الاريا الموسماه الموجودة في الجدول بتاع. الاريا جروس بتساوي البي اللي هو القوة بتشد اللي عندي ودي معطى. على الان وان دي عدد الزوائق. يعني لو يبقى بواحد لو ايا كان سرشي بقى باكتوباك يبقى اتنين في الاف بيتي وهناعرف الاف بيتي دي في خمسة وثمانين في المية. ايه لخمسة وثمانين في المية ده? هل سابت? قالك لا. خمسة وثمانين في المية ده بضرف في حالة هه الربط بالمسامير. ليه? قالك والله ما فيه نوعين من الربط اتكلمنا عليهم في الفيديو التعريفي. اما تربط الزواب بعضها باللحام. فهل انت بتلحم زاوية بزاوية? هل كالت من المساحة? لا. يبقى ساعتها الخمسة وثمانين في المية دي هتبقى واحد. لكن لو المسألة فيها مسامير فهتضرف خمسة وثمانين في المية. اعملت الريدكشن ليه? عشان مصمرة ما يجي يخش في القطاع فهياكل من مساحة القطاع. طيب. الاف بيتي اللي هي البرميسيبول تينشن. اللي هو قوة المسموح به. اللي هو المفروض دي اوعى الاجهاد بتاعك. الاف بيتي لهو الاجهاد الالاوبة لسترس اوف ما تريد. الاجهاد المسموح بهلي القطاع. نوع الحديد عندك لو سبعة وثلاثين يبقى البرميسيبول تينشن ما يزيتش عن واحد واربعة من عشرة طن على الصنط المربع. ولو اربعة واربعين يبقى ما يزيتش عن واحد وستة من عشرة ولو اتنين وخمسين ما يزيتش عن اتنين واحد من عشرة. طيب من هنا جبت الارية جروس. في مشاكل? خلاص بالقانون بتاعي جبت الارية جروس. بعدين جبت الارية جروس. أخش from table. الاريا جرس عندي ادي الاريا. اتجيبها بالملي متر مربع او بالسنطر مربع ادي الاريا. تخش تجيب الكطع بتاع الاريا. ايا كانت الكطاع تخش قصاده. تجيب الزاوية. ولكن هنا تلاتين في تلاتين في تسعة. اه زي ما انا شايف او مش مش شايف الرقم كويس. يعني ايه تلاتين في تلاتين? يعني طولها تلاتين وتلاتين والسن كده تسعة. معي. وهنشوف بمثال ان شاء الله. طب طبعا الاف اكتر الحالة اللي هل بي على ال الاريانت المفروض تبقى ااا سورية مش اكبر منه المفروض تبقى اقل من او بتساوي البريم نينجين وهنشوف الكلام ده بالتفصيل لو القطاع باللحام يبقى الاريانت الفعل بيساوي الارياجرس ده لو 다음 يبقى ثلاثة في الارياجرس طيب لو المسامير يبقى الارياجرس بس هشيل منها اللي هو سمك المصمار في ال� GI بتاع المصمار. كده انا شرحت لك نظري لو فهمت بنسبة 30% ده اللي نطلبه منك لحد ما نشوف المسألة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته